يعني احنا في 65 مليون مواطن مصري لدي حق الانتخاب ويعني لو تحدثنا عن عملية الرصد لليوم الأول ونسبة الإقبال خلينا نعرف من حضرتك حتى الآن نسبة الإقبال حضرتك تراها جيدة جدا وما زالت متوسطة ما زلنا سنشهد المزيد من الإقبال لأنه عادةً بيكون اليوم الأول للانتخاب بيكون هو من المفترض أنه بيكون عادةً هو اليوم الأخف أو الأقل ثم اليوم الثاني والثالث يعني خلينا نقول مشاهد أولين اللي احنا شفناه مبارح يؤشر أنه الإقبال فوق الجايد ربما يصل من جايد إلى جايد جدا لأنه فوق الجايد وانت عارفة عادتنا كلنا يعني عادت المصريين أنه دائماً أنه اليوم الأول بالنسبة تبتعد عنه إلى اليوم الثاني أو الأخير يكون النسبة أقل فبالتالي أنا أعتقد اللي احنا شفناه مبارح أعتقد ممكن نشوفه النهاردة وممكن نشوفه كمان في آخر يوم وده يرجع لعدة عوام يعني احنا لما حصل في دستور 2014 بتشكيل الهيئة الوطنية الانتخابات وده كان مكسب أو مكتسب ديمقراطي عظيم جداً وده كان مطلب لكل القوى السياسية في مصري بأن يكون هناك هيئة وطنية مستقلة وحسب نص الدستور أنها مستقلة وكونها من عشر قضاء وتشرف على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وده بالفعل اللي حصل فبالتالي إضافة أن هناك أربع أكثر حوالي 14 إلى 15 ألف قاضي يشرفون على الانتخابات في أكثر من 11 ألف و630 لجنة أعتقد ده كان يعني مكتسب وبالتالي عطى طمأنينة وثقة للناخبين بزداء من انتخابات الماضية الحاجة الثانية التيسيرات اللي احنا برضو بنتعلم من انتخاب الآخر بنتعلم وبتزيد التيسيرات انت شفت المرة المرة دي التيسيرات كثيرة جداً حدثت من أول طريقة الحصول على الاجنتك والتي تنتخب فيها اللي جان المختربين كمان كان فيه شكاوي في المرات اللي فاتت انه قلت عدد اللي جان المختربين المرات دي تحندك لجان المختربين في كل مكان يمكن في المطارات في السكك الحديدية في العاصمة الإدارية في بعض النوادي عملت اللي جان فالي جان المختربين كثيرة جداً اضافة كمان انه اصحاب الهمم كانوا في البال ايضاً يعني كانت تيسيرات ايضاً لانه هذا قطاع لا يستهان به في الشعب المصري فبالتالي كان هناك تيسيرات للإدلاء بأصواتهم يعني اعتقد انه انه ادارة العملية الانتخابية نفسها اعتقد انها ادارة تستحق ان تحصل على تقدير امتياز لم بارح يعني انا لم بارح كل التقارير الوردة بارح سيكوننا في في مجال المصري يعني كل التقارير دي صادت يبقى لم يحدث اي يعني هناك الشكاوي وبما شكاوي بسيطة جداً لا تكاد ان تذكر في عدة حالات من التصور داخل اللجان وده يدل على انه هناك يعني ادارة صارمة كمان دي العملية الانتخابية داخل اللجان لكن تمت الامور بسلاسة ويسر ويحدث اي شكو احنا بنتكلم سواء منظمات بطلع تقارير مهمة جداً اللي كانت بطراق البعثات خلي بالك في بعثات دبلوماسية ايضاً موجودة 76 بعثات دبلوماسية فبالتالي كل التقارير امبارح لرصادتها لهي العمل للسلامات بتؤكد بالفعل ان اليوم الاول انتخاباته ده المشهد الانتخابي في اليوم الاول يؤكد على الادارة السليمة والادارة الممتازة للعملات الانتخابية وطبع الاستعداد الجهز والمسبق لادارة هذه بتأكيد انت عرفة كل جهات الدولة موجودة يعني مش عايز اقولك يعني ما فيش حد يعني في منظومة كاملة من كل جهات الدولة يعني زي ما تقوله بتعزف لحنة دموقراطي جميل صحيح في هذه الانتخابات حتى يعني كل المرشحين كل بيؤكد بالفعل انه لا ستنك اي معوقات لا ستنك اي صعبات انتخابية انه الاقبال اقبال كبير جدا طب بالنسبة للفعل العمرية يا فندم يعني حددك شايف انه الفعل العمرية من المقبلين على هذه الانتخابات او الناخبين شايف انه الفعل ابرز او الاكبر من قبل من خاصة ان احنا تابعنا في اليوم الاول انه في الحقيقة اقبال كبير جدا من الشباب ده صحيح انا عايز اقولك انه انبارع البعض يشوفها مفاجأة هي مش مفاجأة اولي حاجة انا انت بتكلمي اسيدين مسؤولين وده واجب وطني والشباب جيل الحال ده هو انا بسميه الجيل تلاتين يونيا اللي لما قامت الثورة كان عنده ثمان سنين او اقل من كده وبالتوى دلوقتي على مشارف العشرين العشرين عام فبالتالي يحق له التصويت فهو شاهد على كل هذه الاحداث فهو الذي يحمل الراية الان وعليه واجب وطني في المشاركة لانه هو المعني بهذا التصويت من وجه نظري يعني تكلمي على شعب 65% منه من الفئة العمرية من الشباب فبالتالي انا اعتقد انه هو المعني فهو حدث نوع من الادراك والحس الوطني بان الشباب عليه مسئولية للقيام باداء دوره في المشاركة السياسية والادلاق لانه الادلاق بالتصويت ده احدى مظاهر المشاركة السياسية واعتقد ان احنا المرحلة القادمة واعتقد دولة مهتمة والقدار السياسية مهتمة بهذا القطاع العريض من الشباب والاعتماد عليه وتوليه المناصف وتأهيله وتدريبه من خلال المراكز المتخصصة او من خلال الممارسة العملية واحنا شايف ان هناك عامل للشباب فبالتالي برضو الاحساس بالشعور بالانتماء الوطني ده مهم جدا فده انعكس على مشهد الامس مشهد الامس كان هناك الشباب يرى انه مفاجأة ان احنا شفنا شباب لا اعتقد ما كانش مفاجأة خالص انه يبقى فيه الاقبال من الشباب العنصر التاني اللي هو دائما ما يتصدر الصورة منذ 2013 وحتى الان وهو المرأة المصرية المرأة المصرية فعلا اللي هي بتثبت اندها العنصر وطني اصيل وشريك في عملية التنمية سواء العملية السياسية او العملية الاقتصادية انبالح شفنا مشاهد عظيمة للمرأة المصرية صحيح لانا اعز اقولك انه مثلا لو حسبناها كده بالارقام انه الكتلة التصويتية للمرأة 48.5% من اجمالي الناخبين ولكن دائما متأتي الناسة بالتصويت اعلى من الرجال بالنسبة للمرأة فبالتالي وشوفنا كمان مشاهد الهم وانا قلت انه داجب ان نبنى عليه مشاهد الاطفال يعني كمان انه استحاب الاطفال لتعودهم تعزيز الحص الوطني وتعزيز ايضا ودائما اقترحت انه ليه ما يكونش هناك يعني محاكاة في المدارس الابتدائي تعليم الاساس تحديدا ليه تعويد وتدريب الاطفال على العملية الانتخابية لانه ده نوع من المشاركة السياسية اللي احنا ما يحتاجينه وخاصة انه ده الجيل المعني دي نقطة مهمة طبعا بكل تأكيد عن يعني كان المشهد السياسي في الشرع المصري واثراء الحياة السياسية ولأي مدى هي تغيرت لكن خليل اول اروح مع حضرتك لفكرة التقطيع الاعلامية والحياد الايجابي من قبل كل جهات الدولة الحقيقة على مدار الاستعداد لهذا السباق الرئاسي تبعنا انه في حياد بالفعل حتى لو من نوافذ الاعلامية او حتى جهات الدولة تبعنا ان كل مرشح كان له نافذة عشان يعرض برنامجه وعشان يقول اراءه بمنتهى الديمقراطية ومنتهى الحرية شايف حضرتك هذا المشهد وهذا المنظر اللي بالنسبة لنا كان جديد وكان مطلوب بشكل كبير جدا ده صحيح وانا برضو اعنحطها في الاطار او البرواز العام اللي انا قلت عليه وهو الارادة المصرية التصميم القيادة السياسية على اجراء هذه الانتخابات بكل ما تعنيه الكلمة وهنا نقول انه دولة الواثقة دولة واثقة انه بالفعل اعتاحت الفرص لكل المرشحين بالتساوي في سواء الظهور في مقابلات تلفزيونية على كافة القنوات تغطية كل لقاءتهم الجمهرية وتصرحتهم تغطية زيارتهم ومؤتمرتهم في القديم وفي المحافظات حتى بالامس الى غاية الامس انه الكاميرات التلفزيونية موجودة مع المرشحين في لتلاهب تصويتهم وفي زيارتهم وتجولهم على اللجانة الانتخابية يعني شفنا كل المرشحين مبارع ولذلك جاءت لم يعني يقول اي مرشح باي انتقاد او بوجود اي تقصير او بوجود اي عرقيل او مشاكل في ادارة العملية الانتخابية وده تصرحات امبارع كلها احنا رصدناها سواء من مرشح الدكتور عبد سمد يمامة او الدكتور حازم عمر او الاستاذ فريد زهران اعتقد انها كلها كالتصرحات ايجابية لصالح العملية الديموقراطية ولصالح المشهد الانتخابي فبالتالي احنا بنتكلم على منظومة متكاملة يعني لم تنسى اي عنصر فيها بداية من اتاحة الفرص بالتساوي بين كافة المنشرحين وبين حملاتهم الرئاسية ايضا انا اعتقد ان ده فيها جانب ايجابي السيد الشمانة الجانب الايجابي اولا انه ده ان شاء الله في المستقبل القريب وهناك يعني توقعات وهناك تفاؤل وامل انه ده ينعكس على اثراء واعادة ضخ الدماء مرة اخرى في الحياة الحزبية المصرية لما يكون هناك ثلاث احزاب ودي ربما بتحدث لأول مرة في تعددية كبيرة جدا اعتقد ده هكون له انعكاسه على الحياة الحزبية وكل تأكيد استعدنا نتكلم طبعا عن الحياة الحزبية زي ما حضرتك ذكرت والدور الاحزاب في الشرع المصري اللي اختلف كثيرا الحقيقة كنا بنعاني من غياب حزبي في الشرع المصري لكن خديق اأمل في محور الاعلام ثم وننتقل لهذه النقطة وفكرة التقطيع الاعلامية الاجنبية والغربية لهذه العملية الانتخابية وهذا الاستحقاط الانتخابي تحديدا ورصدها لليوم الاول للانتخابات كيف تبعت الصحافة العالمية والاعلام الغربي اليوم الاول للانتخابات المصرية يعني اعتقد انه مصر او بالخلال الهيئة العامة الاستعلامات يعني اتاحت الفرصة لكل كافة وسائل الاعلام انت عندك حوالي 528 مراسل لحوالي 110 مؤسسة اعلامية اجنبية فبالتالي الكل موجود والكل تجول براحته بل بالعكس ان الهيئة السلامات نظمت ايضا جولات ونظمت رحلات لها المراسلين لنقل الصورة الحقيقية كما شاهدوا لم يكن لدينا شيء شيء نخفي يعني ان كل الامور كانت واضحة لم يعني اعترض احد على على ادارة العملية الانتخابية داخل اللجان واعتقد الارث والصورة الزهنية القديمة تكاد ان تكون انتهت او اندثرت او انمحت من الزاكرة المصرية او حتى الزاكرة العالمية بعد انتخابات مرتين تلاتة تحت الاشراف القضاء التام واصل تيسيرات اعتقد ربما لا تكون موجودة في دول عديدة هناك دول ليس هناك فيها شاء قضاء كامل على سبيل المثال انتهينا في مصر اشراف قضاء كاملا بل بالاكس وحسب الدستور بيجوز الطعن كمان في النتائج الهيئة الوطنية انتخابات يعني كل شيء متاح فبالتالي امبارة لم تصدر شكوى واحدة كل التقارير شفناها كان التقارير ايجابية جدا او موضوعية جدا الانستوديوهات زي ما احنا شوفنا كل القنوات الاجنبية وكان هناك اهتمام كبير بالفعل بهذه الانتخابات لان انا عايز اقولك لانه ده يعني التغطيرات بتحمل السؤال اللي قلته يعني كيف لدولة هو سؤال اندهاشي مش سؤال استنكاري يعني كيف لدولة محاطة بكل هذا المخاطر وتواجه كل التحديات الداخلية ان تدير عملية انتخابية لاهم منصب سياسي فيها فاعتقد انه ده حيكون له رسائل ايجابية يعني من خلال هذه التغطيات وانا بقول انه بالتأكيد اللي هاي العمل الاستعلامات بتقوم بتكون دورها يعني انه الصور بتاعت المبلع دي لازم لازم ان تصدر يعني صور الحجد والاقبال الرهيب ده اللي احنا شوفناها من خلال وسائل الاعلام من خلال يتم توثقها طبعا لازم كيبت توثقها للاعلام الخليج يعني ان ده قادي هي دي مصر وقادي الشعب المصري اللي البعض راهن عليه سواء من الاهل الشر او من غيرهم لانه برضو انت عارفة اللي جانك تنونية برضو كانت شغالة على ودن مبارح لكن ده كان جاء رد قاسي وجاء صفعة انه لا احد يراهن على الشعب المصري في انه يغزل وطنه الشعب المصري والقيادة السياسية على قلب رجل واحد بالضبط يدخل له وده الرسالة لانه دائما ان الشعب المصري على قلب رجل واحد مصطف حول وطنه مصطف حول قياداته السياسية فانا اعتقد انه يعني الممارسات القديمة ما اعتقد انتهت يعني ما عادش فيه حاجة عندك تخبيه اللي عايز يدخل اللي جان تخبيه كان بيدخل براحته جدا وبيتابع وبيشاهد ما حدش ما حدش منع حد ما عادش هناك شيء نخفيه دائي كامل واصبح هناك ادوات رقابية كبيرة جدا فاعتقد ان الاعلام الغربي والبعثات الدوليماسية ومنظمات الرقابية 25 منظمة تقريبا دولية لبتراقل الانتقابات لم يصدر عنها اي تقارير يعني سلبية عن ادارة اليوم الاول واعتقد انه ده هيستمر خلال اليوم التاني واليوم التاني ويعني هي حتى قيمة ديمقراطية فحد ذاتها هي قيمة مكتسبة يعني واعتقد ان الشعب المصري بالفعل والشرع المصري بالفعل يعني اخذ قطوات عديدة نحو اكتساب هذه القيمة بشكل كبير ويمكن دل تابعناه من خلال عملية الرصد لليوم الاول للسباق لانتخاب الرئاسة المصري عشرين اربعة وعشرين